ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسية بالنسبة للتكلفة الحديدية فالتكلفة يدخل فيها عنصرين العنصر الأول هو الموديل يعني كدما كان الموديل سامبل فكيكون الثمن دياله أقل من الموديلات اللي كسكون معقدة وفيها الخدمة أكثر العنصر الثاني اللي كيدخل في تحديد الثمن هو السمك ديال الحديد اللي خدمنا به هاد شبابيك في مثالي اللي خدمناهم بالحديد حديد الثمن إذا كنت تقوم بحديد الثمن مثلا ولو يكون نفس الموديل فكذا ما كان السمك اكثر سيكون ثمن اكثر بالنسبة للثمن بشحال لقد خدمت هاد شبابيك الحديدية فانا خدمتهم بالحديد الثمن يعني انا عبرنا السمك هذا الحديد غلقه 12 مليمتر الثمن ديالهم 700 درهم والحديد البالكو أيضا ب700 درهم الواحد بالنسبة لهاد الشبابيك من المنزل من المنزل بالنسبة لهاد الشبابيك ايضا ينتج هذا الشبابيك يصنع في النافذة لا يوجد بومبي او بارزين على بره الثامن بالنسبة لهذا النوع الشبابيك هو 500 درهم لكل واحد هنا تشوفوا معي موضة الاخر هناك عديد من الأشكال الشبابيك والأبواب الحديدية اذا كنت اهمكم الامر دعوه لي في التعليق ونشاء الله نشارك معكم عدة موديلات اللي ممكن تختاروا منها وبنسبة لباب القارج هناك عديد من الأنواع انا اختصت هات الشكل هكا عادي وضعت في هات الشكل كيكون عنده واحد الباب هكا صغير حتى لو كنا حساجين اشي حاجة من القارج لا نطررش ان انا نحلو الأبواب الكبيرة يعني كنحلو هذا الباب صغير وبنسبة لهذا الشكل ديال باب القارج فانا اختمته ب 3500 درهم ونوعية جيدة ديال الطولة او ديال الحديد بنسبة للأبواب الخارجية يعني الباب ديال السفلي وديالطوابق فانا اختمتهم بهذا الموديل باب تيجي مدوبل يعني كينه وجه هكا ووجه من جهة اخرى وفي هات المكان كنتدروا الزاج او البلاستيك على حساب الرغبة ديال كل واحد بنسبة لهذا الشبكة اللي كتشوفو فيها ما كانش فيه يعني الباب المرأة اللي ولا تخدم عادي غنخلي لكم صورة ديالو ومن بعد عادة ضفطوا ديال الشبكة لان عندو ديال فراغات كبيرة لاحظوا معي بنسبة لهذا الباب عندو واحد الجزء في الأعلى اللي هو فيكس عاد الباب في الأسفل اللي كيتحل هدا باشي جينا لعلو ديال الباب في نفس المستوى ديال العلو ديال القارج بنسبة لثمن ديال هاد لالأبواب يعني ديال مدخل فثمن ديال هم الفين درهم بلا هات الشبكة للداخل هادي كدفتها من بعد بنسبة لباب ديال اللاكور و ديال السطح فأخدمت نفس الموديل يعني هادي ديال الباب سطح في نفس الشكل غير هادي ما فيهاش داك العلو اللي يكين في الباب المدخل ومعرضه بحاله اضفت لها ايضا لديك الشبكة بحل الباب ديال السفلي فثمن ديال ها يعني قبل ما ركب الشبكة نعطيكم هاد الاسمينة فهادي خدمتها بألف وخمسمية درهم لانها مشي في الكبر ديال الباب ديال المدخل ودرت لها هاد البلاستيك هكا نورياليكم من الجهة الاخرى باش شوفوها نخليكم مع هاد الشكل الاخر تشوفوه معي هاد الابواب دائما سيكونوا مضوبين غير اللي يقدرنا لهم هاد الزج اللي كيكون فيه المرايا كيكون حسن من البلاستيك في المنظر لكينا اشكال عديدة ديال الابواب بغا نكسافي انا نوريكم بعض الموديلات وان شاء الله يلا بغيتوا نشارك معكم اشكال اخرى هادا هو الموديل اللي كنت تعطيت الحداد باش يصوب ليالي مع بعض تغييرات يعني ما ضفت شدوك المستطيلات اللي كينا على اليمين خليت هديك الجهة سامبل بالنسبة لهاد الابواب الحديدية رغم اللي انت تتمشوا عن الحداد وكاس بغوت يعني كتاخدوا الشكل والموديل اللي بيعجبكم تعطيكم اختيارات في الطولة اللي غاتخدموا بها يعني كينا الطولة اللي كتكون رقيقة كينا اللي كتكون السمت لها غلاد فعلى حسب النوعية ديال الطولة اللي غايخدم لكم بها فالثمن كيختلف يعني هدي اشارة مهمة انه ممكن تلقوا نفس الباب بثمن اقل وكذلك بثمن اكثر على حسب نوعية ديال الحديد او ديال الطولة وبنسبة لحديد ديال الطروج او الدربوز فالثمن ديالو تختلف على حسب النوعية ديال الحديد وكذلك على حسب الموديل يعني انا كان شي موديل بسيط فالثمن ديالو يكون ابتداء من 500 درهم المتر مربع كان الشكل فيه بزاف ديال تفاصيل فيه بزاف الخدمة للفير فورجي فالثمن ديالو يكون اكثر غير نصيحة بالنسبة للطروج ما الأفضل انكم تختاروا الشكل اللي يكون سانبل ما فيش تفاصيل بزاف باش يكون سهل في التنظيف وما يجمعش العبرة هنخليكم مع بعض الصور لعدة اشكال الحديد اللي ممكن تخدموا بها يعني الدربوز او الحديد ديال ترش هاد الاشكال كلها بسيطة وكتجيزوينة في الشكل ديالها كنت تذكرت لكم في اول فيديو انا بعد الجامعات رجعت يرفضوا الشبابيك الحديدية على الواجهة فالاكن عندكم هاد المشكلة او كنتوا كتخافوا من التواجد ديال الشبابيك الحديدية بالنسبة للنوافذ فممكن تاخدوا هاد الفكرة يعني كتدروا واحد النوع ديال الشبابيك اللي ممكن يتفتح تكون عندو واحد الاطار داخلي هو اللي كيكون فيكس هو ديك الشبكة اللي كتكون يغير على حسب الاطفال او على حسب الامن فستتوضعوها بشكل انها كتفتح وكتغلق يعني اما كتكون كتفتح كاملة او هكا كلها نصف بوحده بحالة الشكلي كتشوفو معايا مؤخرا درسوا حد سنة عالية جديدة هي تقطيع بالليزر او كوب آزير هاد تقطيع ممكن وطفوه في العديد من الاشياء في المنزل في مثلا ممكن وطفوه في الدربوس ديال الدروج لا بنسبة للحديد بحالي كتشوفو معايا في الصورة او بنسبة للانوكس كذلك ممكن نضفوه في الابواب الحديد او الابواب ديال الانوكس ممكن كايدا نساوبو بلي سيباراسيون لا بالخشب او الحديد او الانوكس بنسبة مثلا للصالونات ايضا كنوضعوه في الاسقف مع الجبس يعني كيكون دك تقطيع ديال الخشب بالليزر فان شاء الله هنزلكم فيديو تفصيلي على هاد الموضوع وبنسبة للشبابيك والدربوس ديال الدروج بالانوكس فان شاء الله هنزل الفيديو تفصيلي على هاد الموضوع مع ذكر السلبيات والإيجابيات ديال كل نوع كنتمنى هاد الفيديو يكون مفيد ونا لإعجاب ديالكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء